بسم الله احنا بنتكلم على الانبوت فونكشن بس المرة عزيني عزيني نناقش لو احنا الانبوت ده في الغالب لما بيجي الرقيمة بقراها as string يعني لو انا مثلا اعملت new file كده امتقيل ايه لو انا عرفت variable مثلا وليكن اسمه width عرض المستطيل وامتقيل له input خلاص وامتقيل له enter width width ده طبعا مفترض ان احنا فاهمين ان هو العرض ده عبارة عن رقم لو انا جيت دلوقتي امتعامل print وامتطابع فكرين type اللي بتجيب لنا نوع ال variable وديتها ال variable اللي اسمه width خلاص وتعالوا نشوف ايه الفكرة كلها لو انا جيت اعملت save للفايل ده عشان بس تبقى الناس تبقى شايفها الكود اهو خلاص واجيت امتقيل ايه file save as كده تمسايل example 9 ماشي واجيت امتدائي 5 اللي حصل الانتر width انتر width فانا اقول له والله width 15 مسلا سنتي او كده فمدرست انتر قال لي ان انا استقبلت الخمستاشر as a string class يعني تعامل معها على اساس ان هي يعني 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 كده نقدر نفهم انه هو بيتعامل مع القيمة اللي بيدخيلها اليوزر ايا كانت ايه هي بيتعامل معها كأنها string نص يعني اللي احنا كردناه هنا اللي احنا كردناه هنا اللي احنا كردناه هنا هو في الحتة دي هو شايف انه هو string يبقى كده ال input بتاخد ايا كان المدخل هو عبارة عن string ففيه ده فيه two functions built in functions اسمها data conversion functions او بيانات التحويل يعني اه محما يكتبهم كده انه هما عندنا الشهرين في تحويل ال data فيه عندنا int وفيه عندنا float int بتاخد هنا string مثلا وتحوله الى int و float برضو بتاخد مثلا string هنا وتحوله الى ايه الى float يعني رقم في سعير في حاجات كسرية فلو احنا هنمشي بالاسلوب ده يبقى هنجنول ايه مثلا هنجنو معاملين كده ده عندنا الويتس خلاص ده عندنا ويتس ما فيش فيه مشكلة خالص بس ده كده كده احنا من انبوت فالفونكشن انبوت هتقرى string فنلازم احوله هم جاي عمل دابليو مثلا وهم قال دابليو مش يعدينو ويتس ده دابليو بس ومتقال دابليو بيساوي مش يحط جوال ويتس لو حاطت جوال ويتس خلاص بنعملت باريبور اسم وو دابليو وبأجواء قيمة نفس القيمة اللي موجودة جوال ويتس دولة هنه هعمل له مثلا انت هستخدم الانت او شيكشاف انت وقال لك هنا القيمة عشان يحولها لك الى ايه الى انتجر فبالك نالتكون بيستن يعني بالنظام العشري اللي هو بتاعنا العادي اللي هو صفر واحدين تاتة ربعة خمسة سبعة تنية تسعة والتحصل ما بينه فقفلت كده فخلاص كده هيحول القيمة النصية اللي هنا هيتحولها الى قيمة رقمية لو انا جيت طبعت نقط نفس الكلام بس وطولة بقيا هنا الـ W خدو بالكم من حاجة خدو بالكم من حاجة انه انا كل الفرق بين الـ ويتس و الـ W ان دي داخلياً داخليا البيسون فاهم ان هي string دي داخليا البيسون هيبقى فاهم ان هي int لان دي بتحول اللي هنا الى int زي ما الـ input لها وظيفة ان هي تاخد من الـ user حاجة من على الكيبورد int بدي تاخد قيمة نصية string ويتـ convert تحولها الى رقمية فالـ w بقى رقم ايه الفرق ما بين الرقم وبين النص طبعا هنتعرفوا درس الجاية ان شاء الله ان الرقم بيحصل على عمليات يعني بيحصل على عمليات خمسة زائد خمسة بعشرة لكن النصوص خمسة يعني النصوص خمسة زائد خمسة هيحط لك خمسة جنب خمسة مش هيفهل يعني خمسة وخمسين جنب بعض هنشوف دلوقتي الكرام ده الفرق ما بين النص وما بين الـ string لكن انا المرة دي بعد ما عملته convert وسايفت الفايل بتاعي ودوست F5 المرة دي لما جيه قال لـ enter width خبالك او ما قلت له خمسة ودوست enter قال للاولان class string اللي هو كان بيضبع فيه width والتاني خلاص فيهم ان هو int اللي احنا بعد ما حولنا الى ايه الى النوع int بعد ما حولنا الى النوع int ما بقاش عنده مشكلة يبقى احنا كنا عندنا نفس الكلام بالنسبة لل int وبالنسبة لل float العب في الطريقة دي العب في الطريقة دي ان احنا عندنا مشكلة ان احنا عملنا 2 variables عشان نقدر نشترك فادي احنا بنسمى inefficient او حاجة يعني مش كويسة ان احنا نستخدمها عشان نCreate 2 variables او 2 variables نفس الفكرة الحل ان هنستخدم حاجة بنسميها نسته a function يعني ممكن نقدر ننادي على اكتر من function في بعضهم هنهدي بس اسبعها عشان ما ضاعيكوا مش التخصى وهم جاء ايله ايه بدلا لما اقوله دي كده وبعاكده وما احدها وما حولها طب ايه رأيك انا عبيت اعمل اتنين على سطر واحد وما تعمل كده مشي احنا فهمين ان دي نا انا السطر المعلم عليد دلوقتي مش ده بيرادرن بيرجع نص نص اللي يرجع ده هم محاوله الانت على طول ع الطائر يعني هم جاي هنا هيد انت ومفتح قوس ومقفل قوس هنا في الآخر اللي حصل كده كده اللي جوه القوسين بتوه الانت فتح القوس هو الهايط هو اللي ما بين القوسين ده هيكستراكت هيخرجلي كلمة input enter ويتس هتخرجلي الديوزر دخله بس هي بتفهمه انه هو string بكل حدد هتخرجه لك هتبعته للانت انت تحولك لانت تحطه جوه الويتس يبقى يصبح معايا انت مباشرة بدلا ما كنت بعرف الفاريابول التاني ده اللي هو دابليو واحد اسمه دابليو واحد اسمه ويتس واتسفل لا انا كده بقى خلاص انا من الانبود خد string hub extractor راح على الانت hub الانت تحولها الى انتجر الاسائم انت حطيتها جوه الفاريابول اسم ويتس كانت قيمة كفاريابول مفهوم ان ان تحطيته نوعها int مش نوعها stain هتفرق ايه هنشوف كمان شوعية لكن تعال نشوف كده لما قدوسنا ctrl s وقدوسنا f5 قال لي دخل الويتس قلت له 15 plus enter قال لي على طول ده int فهم على طول الفكرة خلاص فهم على طول الفكرة وعملات التحويل بدون مشكلة على طول مباشرة يبقى كده عملنا انستد functions يعني function جوه function فالفونكشن اول حاجه بينفذها الفيسور الفونكشن الداخلي بينفذ الداخلي ثم يخرج للخارجي ثم لو فيه ثالثة ينفع يبقى الخارجي ثم الخارجي ثم الخارجي يخرج من الصغير الى الكبير وبالشافة ده بيقدر يحول الانواع اللي انت عاوزها ليه الفرق ايه الفرق ايه هعمل مثال تاني اوضح لك الفرق ما بين string و لو ان اخدت قيمة string واشتغلت عليها يحصل ايه مثلا ده و امتقيل مثلا قلت له height و امتقيل الانواع امتقيل امتقيل الانواع نقل بعد كده نعمل حاجة اسمها volume المحيط المحيط محيط مثلا المحيط المحيط مثلا فتحكم المحيط المستطيل يعني مثلا نعم المسائل مدسام ومجل في محيط المستطيل اللي هو اتنين في الطول زائد اتنين في العنصة يعني عزو الاثنين في الويتس زائد اتنين في الهايت مثال ده انا اتوقف معه كثير لكن انا الوقت عملت ايه؟ عادي دي عملنا طبعا الضرب اللي عملت النجمة دي والاثنين في الويتس زائد اتنين في الهايت فكده المفترض ان هو هيحسب الحزب احتاجه البولي وينما جاي اطبع هقول له وينبي ها خد كما كده وينبي ها وينبي ها خد كما كده وينبي هيا وينبي ها يحصل ايه؟؟ احنا فاهمين طبعا ان هو عرى الويتس اكينو استرينج وارى الهائت اكينو استرينج فلما جاينا عملنا وقم بصم بها يقوم بخمسة قال إنتر الويتس العرض بالطول العرض مثلاً بقية عشر بالطول القيام بقية عشرين تستمتع قال لي الفيديو والكامل كما ترى كما ترى قال لك عشر عشرة كم يقوم بقية عشرين عشرين يعني ضرب العشرة في اثنين اه بس هو ما ضربهاش في اثنين ما فيمش انه عشرة اثنين اثنين في عشرة بعشرين لا وحط عشرة وعشرة زائد جنبها حط عشرين وعشرين اللي هي اثنين في عشرين فعلك عشرين وعشرين لزا كلام ما فيمشي انه العشرة بعد احد عشر اثنين عشر اثنت عشر ما فيمشي ما فيمش ليه لانه مش عارف انه دي اركام واشي فانصوص فلزا اهم ببعض زي ما اقول لك مثلا what's your name تقول لي احمد مثلا اقول لك what's your first name تقول لي احمد تقول لك what's your second name او last name تقول لي كريم فلما اجد مجمع بعض تقول لي احمد كريم النصوص عادية strings لكن كده ما قدرش يفهم فعشان كده احنا بنقول ايه لازم يحصل عملية التحويل يعني دي دي كده نفس الفكرة بتاعته انت اونا جيت تعامل save وجيتكم تعامل انا هحل لكم المثال ده طبعا بس انا قبل ما احله هقول نفس الفكرة بتاعته اونا قلتلك ال if name والتلك ال if name والتلك بيساوي والتلك input enter first name وال last name وقفلت 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 ايه ال name equal الاسم هو عبارة عن ال if under score name ولكن جنبيها خلاص ال l underscore name صحة احكذا عندما نطابع ايه ال اسم هو ال name is وينبيها وانت قلت ولو ودبع لي ال name الى كان تلك خلاص اتسى بك من اشد صحيح انا اخدت منك ال name critical name والان ده نعم مدعاج دماغت الاتنام مع بعض بالزائد ففيه من الديها هتلزق الجام دي ويتلقى الاتنام الكامل وبعد كده قالك your name is وهيطبع الاتنام يعني لو جينا دوسنا كده F5 هيسأل لي يقول لي what's your first name مثلا عادل what's your second name or last name فقال your name is عادل صبور طبعا هو لازم في بعض لانه هو انت مرتوش ان في space فهو مش هيعمل حاج انت مرتوش عليه يعني لو كنت عايز hot space مثلا for example يعني كنت ممكن او مواخد كده double quotation double quotation وفهم ايه هيلزق F2 وبعدها هيلزق space وبعدها هيلزق last name ودوسنا ctrl s ودوسنا F5 وعاد علي السؤال تاني what's your first name ودوسنا ودوسنا قال لي your name is طبعا ده منظر ده طريقة ممكن اطبع الاسم الطريقة تانية عشان بس تبقى تانين حاجة your name is ممكن اوين له F underscore name كومة و L underscore name ما حطمش بها باريه والتاني اللي هو ال name الكامل عملت بس بالكومة كده ودوس تسيب خمسة وعدت تاني الادخال عشان اوليكم فرق الطبع عادي ودطابع صبور هتلاقي انه سابة space automatic عشان تفهم ان الكومة تسيب ال space automatic الكومة بتسيب ال space ايه؟ automatic فانما تبعت ال F name كومة لازمش لازم ببعض لا سابة space زيادة ما بين الاتنين ما بين بعض اما لو انت بتعمل variables فاخد بالك انك لدت C تحفظت على ال space لخلاصة انه هو هنا في المثال ده في المثال ده عارف ان دي نصوص واشتراه على نصوص لكن في المثال التاني اللي انا عملناه اللي كان هو ده لا فقدناه على ما كان مثال 11 ممكن نفتحه على ما تذكر 12 ايوه اللي هو ده كانت بالنسبة له width وال height بالنسبة له حاجات خزعبلية هو شايف ان دي النصوص فلما جيه يدرب ويدمع ومعارفش ايه حاجة فعشكنا هنستخدم معاها ممكن نستخدم int او float لو انا شايف ان دي ممكن تكون فيها كسور خلاص فاخد الرقم احاوله الى float على طول وكذلك هنا اخد برضو الرقم احاوله الى ايه؟ الى float بشكل مباشر ففي الحالة دي طبعا بعد ان اخدت الى float احاوله الى float وحطه جوا الى اخدت الى height احاولت الى float وحطه جوا الى height فابقى فاهم ان الى width وال height ارقام ممكن يكون فيها كسور عندما يدرب ويدمع ويدمع ويضرح تعالى من 5 ويساب as ويسايف بس عشان ما نبايعش بايه؟ الى example بتاعنا كان اخيها 13 بداع 14 وتعالوا ندوس 5 عشان نرن البروغرام ده قال يدخل الى width فاكرين كنا دخلنا عشرة بسنا enter قال يدخل height 20 بسنا enter قال اللي volume بتاعك هو 60 10 في 22 20 20 في 22 40 40 وهناك كان 40 وهناك 20 بقوا 60 وكده طلع لي ايه؟ ال volume بتاعك وفهم ان دي ارقام وفهم يعني ايه عملية حسابين 0 بقوا جد